النفط هدف جديد يضاف إلى أهداف تنظيم الدولة مع الأسابع الأخيرة للعام الفائت ويبدو أنه سيكون هدفا يحظى باهتمام عال لدى التنظيم خلال العام الجديد تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق التابعة له أعلن أن مقاتليه أحرق بئر دعاس النفطي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في بلدة لحريجي شمالية محافظة دير الزور وذلك تأكيدا لحديث وسائل إعلام دولية عن تكثيف التنظيم هجماته على حقول النفط مؤخرا هجمات يريد منها التنظيم تعزيز النفوذ وزيادة القوة مع فشل جميع العمليات العسكرية ضده في البادية السورية آخر معاقله وأبرزها في سوريا والتي حذرت وزارة الدفاع الأمريكية من أنه قد ينطلق منها للسيطرة على أراضي واسعة من شب على شيء شاب عليه النفط محرك التنظيم ومصدر تمويله الأكبر إبان قوته وإعلان ولادة دولته في 2014 استطاع من خلاله شراء السلاح والولاء وتمويل الهجمات وصرف الرواتب خسر دولته التي أراد عندما خسر النفط ومن هذه الأهمية يحاول مؤخرا انتلاك هذا المحرك مجددا بعد أن شاب وفقد قوته فهو يدرك عن تجربة سابقة أن من يسيطر على النفط يسيطر على الجميع تحركات التنظيم التي تستهدف حقول النفط تحدث عنها أخيرا موقع المونيور الأمريكي مفيدا بأن التنظيم زرع ألغاما حول المواقع الحيوية للنظام مثل آبر النفط ومواقع الفوسفات فهل يحصل التنظيم على ما يريد من أموال النفط أم أنه استفز القوات الأمريكية عبر المساسب النفط خاصة أن مسؤولين أمريكيين أكدوا في عدة مرات أن حماية تلك الآبر ضمن أبرز أهداف وجودهم في سوريا فماذا يحمل العام الجديد لتلك المنطقة